أهل غزة الآن مرابطون في سبيل الله وقد جاء في الحديث يشك أن يكون خير رباطكم رباط عسقلان ورباط عسقلان الآن هو رباط غزة فعسقلان مدينة قريبة من غزة في شمالها وأهلها مرابطون في سبيل الله ليسوا فقط تبرع لهم لمساعدتهم لأنهم فقراء بل لحماية مقدسات المسلمين والدفاع عن المسجد الأقصى فأنتم ليس لديكم سلاح وليس لديكم قوة للدفاع عن المسجد الأقصى ولا تستطيعون تحريره فإذا كان لكم إخواني يستطيعون أن يدافعوا وأن يبذلوا فعليكم أن تآزلوهم وأن تقفوا معهم ووقفكم معهم جهاد في سبيل الله ووفاء لله ببيعته فإن الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وفي قراءة الكسائي وهي من القراءة السبع يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون والفرق بين القراءتين فيقتلون ويقتلون وقراءة فيقتلون ويقتلون أن قراءة الكسائي تدل على معنى اللطيف وهو أن الله لا يريد الانتصار بعباده فإنه قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض فلذلك قال فيقتلون فمجرد أن تقتل في سبيل الله هذا انتصار لنفسك وهو وفاء لله بالبيعة فلذلك الإنفاق على المرابطين في سبيل الله والمجاهدين في سبيل الله هو جهاد من مقتضايات بيعتك مع الله التي أمرك الله أن تستبشر بها وأكدها في التوراة والإنجيل والقرآن وبيّن الله أن الناس في سبيل هذه البيعة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما وهما الصادقون والمنافقون فقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظروا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر